يا أهلا بكم الجديد ما زلت بحضراتكم بندور على ما يسمى البديل المحلي يمكن للأسبوع الثاني على التوالي بنبحث عن منتجات مصرية محلية مصنوعة في بلدنا تعوضنا عن الاستراض وتوفر الفاتورة اللي احنا بندفع فيها دم قلبنا من العملة اللي صعبة مع نقص سعر الجنيه وطبعا مع تنامي دعوات المقاطعة والشركات اللي بتدعم إسرائيل والشركات الصهيونية والأمريكية والفرنسية والألمانية بدنا نفتش هل فعلا عندنا منتجات تصلح أو تكون بديل لهذه المنتجات المستوردة اتشافنا ان احنا عندنا مصيبة سودة موجودة في قطاع الصناعة في البلد على الرغم من انتشار ما يسمى بالمدن الصناعية والأماكن الصناعية والمبادرات بتاعة الحكومة وكل شيء يقولك مش عارف سيسي يفتتح مجموعة من المصانع وزير الصناعة يعلن عن مجموعة من المصانع رئيس مجلس الوزراء يفتتح بعض المصانع تجي تدور على هذه المجموعة من المصانع على بعض المصانع عن انتاج هذه المصانع تلاقي ان المحصلة صفر اجمالي المنتجات اللي موجودة في السوق المصري المصرية 100% لا تتعدى 7% من المنتجات اللي موجودة في السوق اللي قادرة على المنافسة مع المنتج المستورط يمكن من الحاجات الغريبة تفكرين علبة الكابريت بتاعت زمان لما كنت تروح تشتري حاجة ويتبقلك شيلن او بريزة باقي كان يقولك خد بها علبة كابريت لان وقتها كانت علبة الكابريت دي ببلاش كانت منها شيلن بريزة 15 قرش لارضة فجأت النين بارح واول مبارح والايام اللي فاتت علبة الكابريت الصغيرة اللي قد كده سعرها مبين جنيه واثنين جنيه وعلبة الكابريت الكبيرة شوية سعرها 5 جنيه عمرنا ما كان عندنا مشكلة في الكابريت تقولي يا عم هي جاءت على علبة الكابريت قل لك ما يا علبة الكابريت دي نموذج احنا كان عندنا اكتفاق ذاتي من الكابريت عندنا 6 مصانع وشركات حكومية عملاقة بتنتج الكابريت كان عندنا واحدة اسمها شركة النيل للكابريت كانت الاكبر في الشرق الاوسط واكبر شركة لانتاج اعواد الثقاب او الكابريت والمساكن الجهزة الخشبية الجهزة كانت موجودة في بلدنا النهاردة اكتشفت يمكن واحنا بندور خلال الكام يوم اللي فاتوا في ملف الاستراد احنا بنستورد 60 الى 65% من حاجة البلد من علب الكابريت بنجيب شوية من الصين وبنجيب شوية مش عارف من اندونيسيا وبنجيب شوية من بعض الدول العربية شوف وصل بنا الحال فين لما تبقى علبة الكابريت نموذج تقيس بقى ده على الكيماوي تقيس على بعض المنتجات زي المنتجات الغذائية تقيس كمان على منتجات الملابس الجهزة المنتجات الالكترونية تقيس على كل حاجة كل حاجة كان عندنا فيها اكتفاء ذاتي قبل 10 سنين من النهاردة اتقفلت المصانع وتباعت الشركات طمعا في ارض هذه المصانع شوف هذا الخبر اللي بيقولك مصر تستورد مباسم للشيشة وخيوط تنظيف الاسنان بقيمة 545 مليون دولار اللي هو حوالي نصف مليار دولار يعني من اجمالي هزي القيمة بنصف مليار دولار تحطي الخبر كده يا استاذ من اجمالي ايوه النصف مليار دولار ده بنا استورد به مباسم للشيشة ومش عارف خيوط للاسنان من الرقم الضخم اللي هو الكبير قوي طبعا انت عارف الدولار النهاردة تجاوز الخمسين جنيه قالك بأكتر من اتنين مليون وخمسمية وخمسمائة اتنين مليون او اتنين مليون وخمسمائة بنستورد بيهم فقط علب كابريت اتنين مليون دولار اتنين مليون وخمسمائة دولار بنستورد بيهم علب كابريت ده في الشهر اخوانا احنا وصلنا للدرجات دي محتاجين نطلع باتنين مليون وخمسمائة دولار شهريا نستورد بيهم علب كابريت ده كمان قالك دي التجارة المعروف بيها دي الحاجات اللي قدام معين الدولة وقالك ان اكتر من 80% من استراض علب الكابريد بيتم بشكل غير رسمي وبعضها بيتم تهريبه من على الحدود ما بيننا وما بين ليبيا والبعض بيخش البلد بشكل غير رسمي عن طريق البحر وقالك 100 مليون مصري تقريبا لما تضرب مثلا ده اكتر حتى 800 مليون مصري المليون النهاردة ب50 اكتر من 100 مليون شهريا بنجيب بيهم علب كابريد ده فكرني بكلام السيد العسقلاني اللي هو ايوه محمود العسقلاني وكان رئيس جمعية مواطنين ضد الغلاء لما قالك ان مصري بتستورد الكابريد من الخارج ودي تعتبر حاجة عره ده كلام دكتور محمود العسقلاني رئيس جمعية مواطنين ضد الغلاء هلنها نروح نسأل طب راحت فين شركة النيل العلبة اللي كان لونها بني فاحمر المشهورة اللي كان بيبقى مكتوب عليها انتاج شركة النيل للكابريد والمساكن الجازة محرم باسكندرية راحت فين؟ اكتشفنا ان الحكومة هي عملة بتبيع وتصفي وتنهار تم تصفية شركة النيل للكابريد شركة النيل او القطاع كامل قطاع الكابريد في البلد كان بيشتغل فيه في 2014 عشر تلاف مواطن مصري الشركة دي لوحدها بعد ما صفوها وبعوها كده يعني فطيس الارض بتاعتها في 2016 كان قيمتها واحد ونص مليار جنيه مصري ليه؟ موجودة على الطريق الازراعي او انت داخل اسكندرية في مدخل اسكندرية بعد كرفور في وش حي محرم باشا قطعة كده جنب شركة الدخان حاجة في منتهى الجمال حكومة طمعت فيه اراضي الشركة بدأت الشركة تخسر كالعادة بعد ما كانت الشركة بتحتكر السوق المصري وبتصدر لبعض الدول الجوار كانت النيل للكابريد لوحدها بتسهم بستين في المية من حاجة السوق المصري من علب الكابريد او الثقاب امان دلوقتي قفلوا الشركة وبنستورد من بره ستين في المية من انتاج شوف هذا الخبر المصف العام قال انتهاء اعمال تصفية شركة النيل للكابريد منذ ثلاثين سبتمبر والكلام ده كان في الفين وعشرين صفيتوا الشركة ليه قال عشان الشركة عليها مديونية مية واربعين مليون جنيه متخيل صفي مصنع وشركة واتبيعها في المزاد واتبيع المكان واتبيع الارض تبني عليه ابراج لان الشركة عليها مديونية مية واربعين جنيه عجزت حكومة بلدنا انها تسدت هذه المديونية فقررت تقفي الملف في اسمه ملف في صناعة الكابريد والمساكن الجاهزة في شركة عمرها اكتر من سبعين سنة موجودة في اسكندرية وباعتها بطراب الفلوس النيل للكابريد باعت المرحلة الاولى من خطوط انتاجها لشركة كويتية وقتها ده بسبب ان كان عليها ديون مستحقة اكتر من مية مليون جنيه في هذا الوقت السبب بقى اللي قالت عنه الحكومة واللي يمكن فضحوا بعد كده العاملين في الشركة ورفعوا قضية على الحكومة وعلى وزارة قطاع الاعمال والنائب العام تدخلوا وبعد كده ترمخوا على القضية قالك ان سبب ارتفاع اسعار الاخشاب او ارتفاع اسعار الاخشاب هو السر وراء خسائر شركة النيل للكابريد ده السبب اللي قالت عنه الحكومة واللي بسببه اتهد المصنع حطيلي صور كده المصنع بتاع اسكندرية هادم مصنع النيل للكابريد في اسكندرية يسير غبب القوى العاملة او القوى العملية في اسكندرية وتم بيع المصنع بالوقت المصنع ما شاء الله عليه بعض الابراج السكنية اللي تفرح اللي تفرح الحكومة لان الحكومة بتهد شركتنا ومصانعنا عشان تعمل ابراج سكنية هدت غازل ونسيت كفر الدوار عشان تعمل عليه مدينة سكنية ايضا باعت ارض مليار وخمسمائة مليون جنيه بتاعت شركة النيل عشان تعمل عليها ابراج سكنية لكن السبب الحقيقي وللحكومة فشلت في التعامل معاه هو استراض الكابريت الباكستاني والفضيحة بدأت في 2011 كابريت باكستاني بدأ يشعل صناعة الثقاب المصري بدل الحكومة ما تدخل وتدعم الشركات المحلية حاولت الحكومة تنصص السبوبة ده اللي حصل كده بالنص زي ما بيقول اريد بعض شهادات العاملين في شركة الكابريت وبعض اعضاء مجلس الإدارة قالك ان الحكومة بدل ما تمنع استراض الكابريت من الخارج حاولت تعمل سبوبة البداية بدء تحقيق ضد واردات ثقاب الكابريت ذات المنشأ الباكستاني ووقتها قالك ان احد المسؤولين في وزارة التجارة والصناعة حسب موافق المهندس طريق ابيل وكان وقتها وزير التجارة والصناعة هو اللي وافق على دخول هذا الكابريت رغم اكتفاء السوق المصري بالمنتج المحلي فشلت الحكومة اولا في منع هذا الاستراض بعد كده قررت الحكومة اخضاع الكابريت الباكستاني للمواصفات المصرية دي فضيحه تاني معرفت اشتمنع استراض الكابريت فقالك طب نخليه يجيب نفس المواصفات المصرية وهنا بقى دخل الكابريت الباكستاني بسعر اقل من الكابريت المصري بدأت الشركة تخسر تزيد مديونياتها قفلت طب لما قفلت الشركة قررت الحكومة تعمل ايه؟ تعمل سبوبة بقى على حساب الكابريت المستورد وقالك لحماية الصناعة الوطنية وزير التجارة يقرر فرض رسوم اغراق نهائية على الكابريت الباكستاني قد بقى رسوم الاغراق كانت 35% من القيمة الباكستانية الناس اللي كانت شغالة في المصنع ان قالك ان الكابريت الباكستاني بعد فرض قيمة الاغراق كان سعره اقل من سعر الكابريت المصري 25% ل 35% وده كان نهاية صناعة اي نعم هي بسيطة لكن بتقولك ان بلدنا بتفرط في كل حاجة فرطت في قلعة الحديد والصلب في حلوان فرطت في شركات الكيماوي والاسمدة في اسكندرية وبعض وفي طلخة في الغربية وفرطت حتى في علبة الكابريت الصغيرة اللي بعد ما كنا عندنا اكتفق وبنصدر دلوقت بنستورد من بره بما قيمته او نسبته 65% من حاجتنا من عيدان الكابريت تقدر تقول كده ان الحكومة ما شاء الله يعني فشالها ولعت اخر عود كابريت في البلد وكله بقى مستورد بيجي من باكستان وبيجي من اندونيسيا وبعض دول اسيا ترجمة نانسي قنقر